هذا هو موقعنا مهم نعرف كعرب مهم معرفة العرب يفهموا موقعهم أمام العالم مشان هذه المراهنات على العالم مهم مهم هذا درس في التاريخ درس مهم درس في علم النفس السياسي كيف يتصرف العالم ودرس للعرب لما حدا يجي تأسز عليهم بعد هيك مهم لأنه مارسوا هذه اللي أستز كثير أنه ليس عندك ديمقراطية أهلين أنه أنت لا تحترم المرأة أنه في اتفاقيات سداو في احترام المرأة أنت مخترق قوانين مش فاكر مش أجوكوهان على أتبار الديمقراطية طب وهي كانت ديمقراطية أنه لا مؤسسات حقوق الإنسان أنت بتذيق عليها أنا بضرب مثال بيك القاهرة أنه والله بذيق أنت مؤسسات حقوق الإنسان أنت الدولة المصرية مش معطيها أبو التالي هذا مقالف يعني بتعرف يعني على المصطرة بيجيس لك الحريات وكدنا نصدق هذا الكلام مش هيك إحنا كنا على وشك نصدق والله آه مظبوط في دم بسيل حقوق إنسان بتحكي عن حقوق إنسان والعالم بوقف يتفرق خمسين يوم آه وجايت لاحقني على اتفاقية سداو للمرأة أنا الفلسطيني جايت لاحقني على اتفاقية سداو للمرأة أنا بحترمش المرأة وجايت لاحق على عمالة الأطفال في اليمن وجايت على مصر تقول له في مؤسسات حقوق الإنسان مش مخدرة حتى في الشغل فأنا حساس بهذا الموضوع يعني بقدرش أمرر الأعم والله لكن كل المدابح دي تمر مهم الكرام وهذه كل حقوق الإنسان اللي بتقتل المرأة وبيقتل الطفل وبيعتق وتدرك المشافي والمدارس ويجوع ويعطف شعب كامل سيد يوسف اسمعنا عن مجاعات تحدث يهرع العالم بس عمرناش اسمعنا حد بجو حد مرع ليه سنوات انت أستاذ إعلامي وبتغطي لسنوات مرع ليه تجويع بقصد في مجاعات بتصير وبيهرع العالم كلها بس تجويع بقصد هاي أول مرة تمر عليها ده كان فعصور مظلمة عندما تحاصر الغيوش قلاع ومدن بغرض التجويع والتعطيش تجويع مدنيين لم يحدث في العصر الحديث ده على الإطلاق تجويع طب مرع ليه حدا بالعصر الحديث بيقول ارحلوا ترانسفير تطهير عرقي من منطقة معينة واحد بينزل مشورات وبيحدد خارطة وبيقول سكان هذه المنطقة من الواد وشمال كله يرأى مليون قرار ترجمة نانسي قنقر